السلام عليكم طلابين العزائزة اللابس أفسادس الأدبي ما زلنا في المحاضرة الثانية لموضوع العرض والتحضيط وهو من أساليب الطلب أن المتكلم يطلب من المخاطب شيئا معين العرض هو طلب فيه لين ورقة والتحضيط فيه ماذا؟ قوة وشدة أدوات العرض أخذناهن ألا أما لو هذه أدوات العرض هذه الأدوات إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت العرض وهو الطلب بلين ورفق وإذا دخلت على الماضي فهي تفيد العتب عرض عتب موجود حرف العين بالبداية المجموعة الثانية هي لو ما لو لا هلا وألا هذه المجموعة خاصة بالتحضيط إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد التحضيط وإذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التأنيب واللوم خلصنا من هذا الموضوع بعدين راح نجي نقول أي أداة من هذه الأدوات نشوفها بالجملة نقول هاي أداة عرض أو أداة تحضيط يقول لا بعض الأحيان تخرج هذه الأدوات إلى غير العرض والتحضيط تخرج يعني غير موضوع لا تفيد العرض ولا تفيد التحضيط ما هي المعانة التي تخرج إليها راح ناخذها بالتسلسل يقول هناك أغراض تخرج لها هذه الأدوات غير العرض والتحضيط يعني لا عرض ولا تحضيط شنو هذه الأغراض نجيهن أداة؟ أداة أول أداة عدن هي ألا ألا ماذا تفيد؟ تفيد العرض زين بعد تفيد غير شيء؟ يقول تفيد الاستفتاح والتنبيه إذا جاء بعدها هس نجي يعني شن استفتاح شن تنبيه يقول الاستفتاح يفتتح الكلام به أول ما يبدأ الكلام بهذا الحرف والتنبيه ينبه المخاطب على أن هناك قولا سوف يقوله المتكلم إش وقت تفيد الاستفتاح والتنبيه في عدة مواضع أبرزها ذاكرها المنهج يقول إذا جاء بعدها حرف مشبه بالفعل وهو إنه ألف إذا جاء بعدها حرف مشبه بالفعل وهو إنه فإنها تفيد الاستفتاح والتنبيه تفيد استفتاح الكلام والتنبيه المخاطب قال تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون استخرج أداة العرض ألا ما المعنى الذي أفادته؟ أفادت ماذا؟ الاستفتاح والتنبيه السبب جاء بعدها حرف مشبه بالفعل وهو إنه لم تدخل على فعل ماضي ولم تدخل على فعل مضارع إذن لم تفيد العرض ولم تفيد التحضير ماذا أفادت؟ أفادت الاستفتاح والتنبيه هنا يريد أن يستفتح الكلام يقول ألا وينبه وينبه المخاطب ويقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الأداة ألا ما المعنى الذي أفادته؟ يسئلك بالوزارة ما المعنى الذي أفادته؟ ألا أتقل لأ أفادت التنبيه هنا أفادت ماذا؟ تنبيه وهنا كذلك التنبيه السبب يقول جاء بعدها حرف مشبه بالفعل وهو إنه وينما تلقي إنه بعد ألا؟ إذن هذه تفيد الاستفتاح والتنبيه نأتي هنا إلى قول الإنمام حسين عليه السلام في يوم عشوراء قال ألا وإن الدعية بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة لاحظ أين الأداة ألا؟ ماذا أفادت؟ التنبيه السبب جاء بعدها حرف مشبه بالفعل وهو إنه إنه تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها ما يريد ما عندك هذا شيء يقول لك ما الغرض الذي أفادته؟ تقول له التنبيه والاستفتاح أو الاستفتاح والتنبيه السبب جاء بعده إنه هو هذا مو سببه لكن غالبا تأتي إنه بعده هاتفيد التنبيه الحالة الثانية يقول إذا جاء بعدها ماذا؟ أسلوب النداء من المعروف أن أسلوب النداء الشخص ينادي على شخص آخر يطلب منه القدوم ألا يا حمام الأيك ما لك باكين أفارقت ألفا أم جفاك خليله هنا يقصد حمام الأيك يقول من أجمل أنواع الحمام نوع مميز ونوع جميل هنا ينادي يا وحمام هنا حرف نداء وحمام ماذا؟ منادة هذه الأدات دخلت على فعيل؟ لا دخلت على ماضي؟ لا ولا مضارع إذن هذه لا تفيد لا عرض ولا تحضير ماذا تفيد؟ تفيد التنبيه تفيد الاستفتاح والتنبيه السبب جاء بعدها نداء أسلوب النداء إذن تفيد التنبيه إذا جاء بعدها أسلوب الدعاء كذلك تفيد التنبيه هيا هي كلهم أدواء الأدات ألا إذا جاء بعدها أسلوب الدعاء الدعاء بأنك تدعو على شخص أو تدعو لشخص الدعاء عليه بالشر والدعاء له بالخير ألا بعدا لمدين كما بعدت ثموت الأدات ألا دخلت على فعل له اسم بعدا هذا اسم يفيد الدعاء يريد من المدين أن تبعد إذن يريد منها البعد إذن هنا يدعو على مدين ماذا أفادت هذه؟ أفادت استفتاح والتنبيه يقول ليش استفتاح والتنبيه دخلت على أسلوب الدعاء دخلت على أسلوب الدعاء فتفيد الاستفتاح والتنبيه كذلك إذا جاء بعدها فعل المدح أو الذم إما أنك تمدح شخصا أو تذم شخصا نعم بئس حبذة ولا حبذة هذه أفعال المدح والذم يقول ألا حبذة هند وأرض بها هند وهند أتى دونها النأي والبعد النأي يقصد به الفرار أنا ماذا أفادت؟ نجي شنو أجي وراها فعل له اسم حبذة هذه من أفعال ماذا أفعال المدح؟ لا هنا يفضل الأرض التي بها هند ويفضل هند ماذا أفادت هنا؟ أفادت تنبيه السبب يقول لأنها دخلت على فعل المدح أو الذم دخلت على فعل المدح أو الذم فإنها تفيد التنبيه لم تفيد العرض ولم تفيد التحضيق الحالة الأخيرة وهي يقول إذا جاء بعدها تمني إذا جاء تمني هنا تمني المشي ألا ليت أيام الصفائي جديد ودهر تولى يا بثين يعود هنا جميل بثينة ليس سمي جميل بثينة لأنه نسبة إلى محبوبته بثينة من شعراء الغزل العبري ألا ماذا أفادت؟ نجي دخلت على فعل؟ لا دخلت على مدارع؟ لا العرض والتحضيق يجب أن تدخل على فعل هنا ما دخلت على فعل علي من دخلت على ليتة ليتة ماذا تفيد؟ تفيد التمني إذن إذا دخلت على أسلوب التمني ماذا تفيد؟ تفيد التنبيه لاحظ تفيد التنبيه الأداة الثانية هي أما الأداة الثانية هي أما الأولى ألا تفيد الاستفتاح والتنبيه كذلك أما تفيد الاستفتاح والتنبيه نفس المعنى تفيد الاستفتاح والتنبيه إيش وقت يقول إذا جاء بعدها قسم إذا جاء بعدها قسم أما والذي لو شاء لم يخلق الهوى لأن غبت عن عيني ما غبت عن قلبي أين الأداة أما دخلت على فعل مضارع لا دخلت على فعل ماضي لا شنو أجوا راهه والذي هذه الواو تسمى واو القسم ما بعدها يقسم به واو القسم وهي حرف جر الذي هو المقسم به الذي لو شاء لم يخلق الهوى من هو الذي لو شاء لم يخلق الهوى يقصد به الله سبحانه وتعالى يقصد أما والله لكن بسط في الجملة أما والله شنو أجوا راهه قسم إذا جاء بعدها قسم فماذا تفيد تفيد الاستفتاح والتنبيه البيت الشعير يقول أما والله إن الظلم شؤمن وما زال المسيء هو الظلوم أين الأداة أما ماذا أفادت أفادت الاستفتاح والتنبيه السبب جاء بعدها قسم والله هنا أفادت القسم هنا حرف يفيد العرض والتحضير لكن جاء بعده ماذا جاء بعده قسم شنعرفها هاي لا محلة لها من العراب تفيد الاستفتاح والتنبيه يعني شنو استفتاح والتنبيه تفتتح الكلام وتنبه المخاطب على شيء معين الأداة الثالثة التي تخرج من العرض والتحضير إلى معاني أخرى هي الأداة لو ما هي الأدوات أو ما هي المعانى التي تخرج لها هذه الأدوة يقول لو أداة شرط غير جازمة حرف امتناع لامتناع وتأتي اللان في جوابها أريد عرف أداة شرط الشرط مكون من جملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط لا يتحقق جواب الشرط إلا بفعل الشرط الأمران مقترنان ببعضهما انتدرس تنجح واضحة الأول متحقق بتوفر الثاني والثاني كذلك بالأول إذن الشرط مكون من جزئين فعل الشرط أو جواب الشرط لو تفيد الشرط ماذا غير جازمة لدينا أدوات جازمة وأدوات غير جازمة الأدوات الجازمة أين وغيرها من الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع لو تدخل على الفعل الماضي وهي غير جازمة حرف امتناع لامتناع يعني شو امتناع لامتناع؟ امتنع الجواب لامتناع الشرط امتنع الجواب لامتناع الشرط الجواب ما موجود ليش لأن الشرط غير موجود وتأتي اللام في جوابها غالبا تأتي اللام في جواب شرطها قال تعالى لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارة أين الأدات؟ الأدات لو ماذا أفادت؟ أفادت الشرط الشرط غير الجازمة لو طلعت عليهم لو وليت هنا أصبحت جواب هنا فعل الشرط وهنا جواب الشرط جواب الشرط اقترنت معه اللام اقترت معه اللام إذن هنا جملة الشرط وهنا جواب الشرط هذه لو أداة شرط غير جازة ما دخلت على الفعل الماضي يقول حرف امتناع لمتناع هل وليت منهم فرارا؟ اتقل لا السبب لمتناع الاطلاع لاحظ امتنع الفرار لمتناع الاطلاع إذن حرف امتناع الامتناع امتنع الجواب لعدم وجود الشرط قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للنص أين الأداة لو؟ عني من دخلت على الفعل الماضي ماذا أفادت؟ أفادت الشرط لو أنزلنا هذا القرآن على جبل هنا بدأ الجواب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دخل على الفعل الماضي إذن لو أدات شرط غير جازمة ماذا أفادت؟ أفادت الامتناع لامتناع هل رأيته خاشعا متصدعا؟ لا السبب لأننا لم ننزله على الجبل تقدير الآية امتنعت جواب لامتناع الشرط الشرط غير موجود إذن الجواب غير موجود البيت الشعر يقول يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي هذا البيت الشعر أين الأدات لو؟ عني من دخلت؟ زرتنا لو زرتنا لو وجدتنا إذن هناك شرط وهناك جواب شرط واللام مقترن بجواب الشرط إذن هذه جملة شرطية لو أدات شرط غير جازمة دخلت على الفعل الماضي حرف امتناع لامتناع هل هو وجدهم الضيوف وأنت رب المنزل؟ لا السبب والمنزل السبب لأنه لم يزرهم لو قام بالزيارة لوجدهم وعندما لم يقم لم يجدهم إذن امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط عدم وجود الشرط عندنا ملاحظة ذاكرها المنهج يقول قد تؤدي لو راح نأخذها بأسلوب التمني والترجي بالمحاضرات الجاية إن شاء الله قد تؤدي لو ماذا لتمني شيء صعب المنال قد يتمنى الإنسان شيئا صعب المنال بالأداة لو وكل التمني أغلبه ماذا صعب المنال وماني للمطالب بالتمني المطالب تأخذ بال ولكن تأخذ الدنيا غلابا بالجد لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ماذا أفادت لو أفادت التمني بس هذا ذاكرنا المنهج أفادت التمني لاحظ ماذا يتمنى يتمنى أن تكون له كرة فيكون من المحسنين كرة أي أنه يرجع إلى الحياة الدنيا ويعمل صالحا عله يكون محسنا في آية قرآنية أخرى يقول كلا أنها كلمة هو قائل يعني شنو ليست هناك رجعة ماذا أفادت أفادت التمني وهذا المثال فقط ذاكرنا التمني الأدوات الباقية وهي لو لا ولو ما كذلك أداتا شرط غير جازمتين نفس لو لكن الفرق شنو حرف امتناع لوجود امتناع لوجود وكذلك يكثر اللام في جوابها ويكثر مجيء اللام في جوابها يعني شنو امتناع لوجود يمتنع الجواب لوجود الشرط هنا لا امتنع الجواب لامتناع الشرط هنا لا امتنع الجواب لوجود الشرط لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أين الأداءة؟ لو لا علي من؟ دخل لي لاحظ لو لا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت هنا أصبحت جواب و جاءت معه النم إذن هذا الجواب هل فسدت الأرض؟ إن قل لا السبب لوجود دفع الله الناس بعضهم ببعض إذن امتنع الجواب لوجود الشرط لذلك ماذا تسمى امتنع لوجود امتنع الجواب لوجود الشرط لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواف عند كلي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول أين لدات لولا علي من دخلت على الجملة الفعلية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم إذن الجملة مكونة بماذا بفعل الشرط وجواب الشرط إذن هذه جملة شرطية وجاءت اللام في جواب الشرط امتنع لامتنع هل أمرهم بالسواك؟ امتنع الأمر السبب لوجود المشقة على الأمة وابحث امتنع الأمر بالسواك السبب لأن فيه مشقة على الأمة لذلك لم يأمرهم عند كلي صلى الله عليه وإنما أصبح مستحبا لدى المسلمين كذلك لومة ماذا أفادت لومة؟ نقل لحرف الشرط كل هذا اللي نقول حرف شرط لا محل له من الإعراب لوم النسيان لهلك الإنسان أداة شرط غير جازمة هنا وقع جواب الشرط واقترنه باللام هل هلك الإنسان؟ لا السبب لوجود النسيان إذن امتنع الجواب لوجود الشرط لذلك تسمى حرف امتناع لوجود هذه الأدوات التي تدل على أسلوب الشرط وغيرها من المعاني التي يخرج لها أدوات العرض والتحضير عندنا ملاحظة يقول إذا جاء بعد أدواتي أسلوب العرض والتحضير فعل مضارع فعل مضارع هاي نقص رائع مقترن بالفاء فإنها تسمى فاء السببية يقول لك ما نوع الفاء الواردة في النص يقول لها فاء السببية أعرب ما بعدها راح يقول لك يقول لك والفعل الذي بعدها شبيه؟ منصوب بأن المضمرة الناصبة منصوب بأن المضمرة الناصبة المضمرة يعني غير ظاهرة غير موجودة في الجملة عندنا هنا ألا تمارس الرياضة فيصحة بدنك ألا أداة تفيد العرض لأنه طلب فيه لين ورفق تمارس فع المضارع مرفوع بعلامة رفعه الضمن والفاعل ضمير مستثرة تقديره وأنته والرياضة مفعول به الفاء ماذا تسمى؟ فاء سببية أعرب الفعل الذي بعدها نقل لك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة أصلها فأن يصحة لاحظ أذن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة هنا موجودة أن لكنها مضمرة غير ظاهرة مضمرة يقصد بها غير ظاهرة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بأن المضمرة وبدنك هو الفاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه مجرور ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة إلى هنا نأتي إلى نهاية موضوع العرض والتحضيط موضوع بسيط جداً ولا يحتاج له سوى إلى شيء بسيط من التركيز إن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة